من فضلك لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تواجه شركات النفط المغربية اتهامات من طرف برلمانيين بالتلاعب في مصدر النفط الذي تشتريه من روسيا باسعار زهيدة من اجل بيعه في السوق الوطنية باثمنة مرتفعة وتحقيق هوامش ربح كبيرة تحت الطاولة الامر الذي دفع المعارضة الى مطالبة الحكومة باتخاذ اجراءات عملية لضبط مصادر المواد النفطية المستوردة ورسل الفريق الاشتراكي بمجلس النواد وزيرة الاقتصاد والمالية نديا فتح العلوي بخصوص التلاعب في شواهد اقرار مصدر استيراد المواد النفطية الروسية القادمة عبر ميناء طنجة المتوسطي مبرزا ان بعض الشركات التي تستورد تلك المواد السائلة لتلبية الحاجيات الوطنية بدأت بادخال الغزوى للروسي باعتباره الارخص اذ لا يتجاوز ثمنه مائة وسبعون دولارا للطن بقيمة اقل من سبعين في المائة من عموم ثمنه في السوق الدولي ووفق السؤال الكتابي الموجه الى الوزيرة بتاريخ 17 فبراير 2023 عبر البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبدالقادر بل الطاهر فان تلك الشركات المستوردة تقوم بتغييرات في الوفائق والشواهد التي تكشف عن مصدره الروسي ليبدو وكأنه قادم من الخليج او من الولايات المتحدة الامريكية ثم تبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني وابرزت الوثيقة ان هذه العملية تمكن شركات المحروقات من تحقيق ارباح مهولة موردا ان كل ذلك يحدث بتواطئ صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط وبعيدا عن مراقبة الاجهزة المالية للدولة ما دفع الفريق الاشتراكي الى مساءلة وزيرة الاقتصاد والمالية عن الاجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه وفي اوافر يناير الماضي قالت منصة ريفي نيتيف ان روسيا تزود النغرب بما لا يقل عن 370 الف طن من الوقود انطلاقا من موانئ البلطيق هذا الشهر وتم تسليم الجزء الاكبر منها عبر ميناء طنجة المتوسطي وهي الشحنة التي ستوجه للتخزين بصهاريج هذه المنشأة المائية ويتعلق الامر بتسع عشر خزان تشكل محطة للهيدروكاربورات والتي تبلغ قدرتها الاجمالية 532 متر مقعب وكشف ملف لوكالة بلومبر الاقتصادية في 31 يناير 2023 ان المغرب رفع من طلبه على النفط الروسي في ظل العقوبات الغربية على روسيا نتيجة حربها على اوكرانيا واستقبلت الشركات المغربية 30 الف برميل من الغزوال الروسي يوميا شهر شتنبر من سنة 2022 لكن في يناير من عام 2023 ارتفع هذا رقم بشكل كبير ليتجاوز 68 الف برميل يوميا شهر شكرا على اي أدريلwriting باقي قامتمة المغربية اشتركوا في القناة